مشروع خط الأنابيب الذي سيربط نيجيريا والمغرب مشروع ضخم يمنح معنا حقيقيا للتعاون الإفريقي الإفريقي يتوفر هذا المشروع على المؤهلات التي تجعل منه أداة حقيقية للتكامل والتنمية الإقليمية خصوصا في غرب إفريقيا سيعبر 12 بلدا من دول المنطقة ليتم ربطه بالسوق الأوروبية في نهاية المطاف بكل ما يترتب عن ذلك على مستوى تأهل البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية أنبوب نقل الغاز نيجيريا المغرب سيكون له وقع إيجابي مباشر على أزيد من 300 مليون نسمة يعد كذلك مشروعا مستداما لتلبية الحاجة المتزايدة حيال تنويع مصادر الطاقة سيساهم هذا المشروع الكبير الذي يبلغ طوله 4000 كم في هيكلة السوق الإقليمية للكهرباء وسيشكل مصدرا جوهريا للطاقة في خدمة التنمية الصناعية وتحسين التنافسية الاقتصادية وتسريع التنمية الاجتماعية كلها أمور تجعل من مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط المغرب بنجيريا قاطرة لإعادة الهيكلة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيساهم المشروع في الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مختلف البلدان التي سيعبر منها المشروع سيمكن من خلق أقطاب صناعية مندمجة في الجهة في قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة وكان الملك محمد السادس ترأس بمعية رئيس جمهورية نيجيريا محمد بخاري في دجانبر 2016 بأبوجة حفل إطلاق مشروع خط الأنابيب خلال زيارة للعاهل المغربي لهذا البلد الإفريقي وفي منتصف ماي من العام الماضي ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط حفل التوقيع على اتفاقية مشروع نقل الغاز نيجيريا المغرب